حد ابنتي ما اتجوز لنلبس الفستان السوري لبيكا أجمد كوسبلاير ومايكي بتاعتي اليوم ده سيحطلقها بدرة على فكرة وعملت حسابي بس خدت وقت طويل قوي في حيرة كل يوم يا طرى هلبس ايه وانا بربط حزائي جات لي رسالة وطلعت ما خدتش بالي من فر التوقيت وبدأوا كتب الكتاب ماتي شطو ماتي بيكا استنيني وقفت قدام التين بتاعي وبصولي كده وبعدين بصوا قدامهم تاني ايه يا جدعان في ايه انا جين قالولي وح جين وحنا يعرفك ازاي من غير الطرحة من بيتي والنظارة فين تشيرت باقيه دخلت بسرعة سلم على بيكا كسبلايرس جوه ببدل ده اللي متعودين عليه خالص فين الخفافيش فين الاجنحة فين الارمر فين الكسبلاير سيبك من كل ده ما هذا الورد اللي بيتير ده تدخل ازاي القاعة من كتر جمال بيكا وهي عروسة الفلتر الورد اشتغل في عيني تلقائي كدنا صورة معاها ومع التيم والصورة دي هحتفز بها في قلبي انا بقى جيت متأخر فده وقت ان هي تروح فروحي انا واقفة ماذا سنفعل الان نارو ما قلتلي احنا هنوح الصراحة هتروح انت ازاي قمت بالاتصال بأخي وواضح ان هو كان لسه عالسرير وهيقوم فدي فيها نص ساعة فقلت لتيمي يا جماعة هي نص ساعة وانتوا قاعدينها اكيد يعني مش هتروحوا تصيبوني الواحد فاشوفوا عملوا اي حاجة مورجان قالك ما بديهاش بقى احنا نعمل كونتنت يلا فيديو قد في التشيك في وسط ما احنا بنتكلم ونشوف هنصور ايه اس بلوتس كوسبلي تيجي تسألني انت بترسمي صح قلتلي هايوة انا جين انت عارفاني انت كنت عارفة انها موجودة في الكوكب قلتلي ايوة طبعا انت كنت بتكتبيلي كومنتات يا كومنتاتي بتتشام وانا فجئت بقى قلتها طب انت عارفتين ازاي دو صحابي معرفنيش تيم بتاعي معرفنيش قلتلي من صوتك صوتك مميز كلهاتي مميزة بعد الانتهاء من الكلام معاها وتصوير الفيديوز جاء اخوي عشان يروحني وافتكرت وانا في السيارة ان انا هندي فرح تاني بعد ده هوب تشتختش بوم خيارت الفستان رحت الفرح دي جي هاي دي وقت اقوبين بوفيه دي وقت الاكل وانا عادة باكل في اماني اللي مع بنت خالتي اللي في نفس جامعتي از بالصدفة نعد قدام طنت بتكلم طنت بتقول لها بنتي متخرجة من جامعة اعلام حلو نسمع ايه مستقبلنا بقى طنت بتقول لطنت ان بنتها بقالها اربع سنين نزلة طلعة تصور وفي الاخر بقالها تلات سنين ما بتشتغلش واعدة في البيت النظرة التي نظرتها ليه بنت خالتي والنظرة التي رددتوا عليها بها تكفي كل الكلام لازي كان في قلبنا والازي بمختصر ان احنا نكمل لك ونستمتع باللحظة النهاية يا جين ارحمين يا جين كومنتاتي الشادوس كلها بتقول لك تلخصي منهوات بقى مش حايز تلخصي منهوات ليه عشان ده محتوى اختي ليمونة هي بتعني دلوقتي من الامتحنات بس وبعد كده هتقوم وتلخص لك وكل حاجة تاني بس انا مش هزعلكو برضو كلمة مني الفيديو الجاي تلخص انيمي ورومانسي وقصة غير اعتيادية انتظروني اضغطوا سبسكرايب لو حبين تنضموا للشادوس والتابعوا فيديوهاتي اضغطوا على زر اللايك عشان بيبقى شكله احلى هو متلون سلام